اشتركوا في القناة على بشرة صافية نقية لدينا ماسك رائع جدا بثنين أنواع من البودرات بودرات التبيض لدينا هنا بودرة التيرمس التيرمس المر تكون مطحونة على شكل بودرة دائما التيرمس المر أو بما يسمى في بعض الدول بفول كناوة تيرمس مر ونحتاج لبودرة الأرز طريق التحضير بودرة الأرز أو نشاء الأرز موجودة في قناتي ونحتاج للزباد الطبيعي أو اليوغورت بديل بودرة الأرز هنا يمكن استخدام حليب بودرة أو حليب الأطفال وبديل التيرمس المر هو الحمص أو الفول كذلك الفول ولكن هنا التيرمس المر للأمانة الوصفة ناجحة مئة بالمئة وستلاحظين النتيجة من أول أسبوع للاستعمال المنتظم لهذه الوصفة بديل الزبادي الطبيعي أو اليوغورت أو الروبة يمكنك استخدام الحليب السائل أو حتى الحليب البودرة بمسجه بالماء أو ماء الورد فالتيرمس المر هنا يحتوي على كمية هائلة من مضادات الأكسادة والتي تجعله خياراً أنثل لعلاج التجاعد والوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة كما يحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية وإن شاء الله في هذا الفيديو سأعطي طريقة عمل زيت التيرمس لكل من طلبتها مني حيث هذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة بطريقة طبيعية وآمنة تقضي على النمش والكلف والبقع البنية كذلك تحمي البشرة من الآثار الضارة لأشعة الشمس لأن التيرمس المر يعرف بخواصه المرطبة للبشرة وقدرته الفائقة على علاج البشرة التالفة ويقضي على التهابات البشرة والحساسية فهذه الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها وكذلك التيرمس أو خلاصة التيرمس المر تدخل كمكون لا غنى عنه في صناعة العديد من مستحضرات التجميل خاصة كريمات التفتيح والكلف والنمش لأنه يحتوي أو غني بالفيتامين اي والعديد من الأحماض الدهنية والمعادن طريقة عمل هذا الماسك نأخذ أولاً ملعقة طعام كبيرة من الزباد الطبيعي أو اليوغورت ملعقة طعام استخدمي ملعقة الطعام العادية التي تستخدمها طبعاً في المطبخ ونضيف ملعقة الشاي صغيرة من كل نوع من البودرات وأعطيت البديل نخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض صاحبات البشرة الدهنية أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون لهذا الماسك الرائع وصاحبات البشرة الجافة جداً أنصح بإضافة ملعقة من زيت السمسم ملعقة شاي صغيرة من زيت السمسم أو زيت لوز حلو أو زيت أرغان أو كذلك زيت زيتون ونتحصل على هذا الماسك الرائع جداً وعلى بشرة نظيفة يجب أولاً تنظيف البشرة بالغسول المناسب أو أي نوع صابون يناسب نوع بشرتك نقوم بتجفيف البشرة بأي وقت تكونين فيه مرتاحة ونوزع هذا الماسك نبدأ دائماً بالرقبة ونستمر من الرقبة وعلى كامل بشرة الوجه إذا كانت هناك خطوط أو إسوداد حول الفم رائع جداً هذا الماسك لعلاج الإسوداد حول الفم رائع جداً وكذلك حول عفواً وكذلك فوق الشفاه إذا كانت هناك إخضرار أو زرقاء فوق الشفاه خاصة بعد نزع الشعر وعلى الأنف رائع جداً لإزالة الرؤوس السوداء كذلك منطقة الهالات رائع جداً إذا كانت هناك هالات أو تجعيد أو كذلك انتفاخات وعلى الجفون كذلك وحول كذلك منطقة هذه المنطقة إذا كانت هناك خطوط وعلى الجبين يوزع على كامل بشرة الوجه كما يمكن عمله على اليدين رائع جداً هذا الماسك يعمل على تهدئة التهابات البشرة الحساسة كذلك إذا كانت لديك حبوب أو حب الشباب أو البثور فهذا الماسك يعالجها وكذلك يعمل على تفتيح لون بشرتك ويخفف من حدة البقع الداكنة والتصبغات أو الكلف يزيل لك الشحوب إذا كانت بشرتك شاحبة متعبة ليست بها نظارة يزيل الشحوب من أول استعمال بشكل ملحوظ هو حل مكافحة التجعيد إذا استخدمته بانتظام ويحمي لك بشرتك من أضرار أشعة الشمس ومن اسمرار أشعة الشمس يترك هذا الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة وبعدها نقوم بشطفه بالماء فاتر أولاً ثم الماء البارد لغلق المسامات ثم الترطيب أنصح أن نقوم بترطيب بشرتنا بزيت الترمس وسأقوم الآن بعمله حسب طلبات الكثيرات من مشتركات قناتي هذا الماسك صلاحيته تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة نقوم بتغطيته أو بوضعه في علبة محكمة الإغلاق ونقوم باستخدامه بشكل يومي آمن للحوامل والمرضعات وحتى البنات من عمر عشر سنوات يمكن استخدامه والرجال كذلك يمكنهم استخدام هذا الكريم لا مانع هذه الوصفة عفواً الماسك وبكل أمان طريقة زيت الترمس المر فزيت الترمس المر من الزيوت الطبيعية التي تدخل في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وذلك بفضل احتواءه على العديد من الفيتامينات والفروتينات وأحماض مهمة لجمال البشرة وطريق التحضيره سهل جداً كما يمكنكم أخذه أو شراؤه من محلات العطارة جاهزة من محلات موثوقة تتعاملين معها لا مانع أبداً في ذلك أولاً نأخذ زيت ذراء ويمكنك استخدام زيت أرغان أو زيت لوز حلو مقدار من الزيت مثلاً فنجان من الزيت ونضع عليه نفس المقدار عفواً نصف المقدار من الترمس المر يكون مطحون على شكل بودرة يفضل استخدام الترمس المر مطحون على الحبوب حتى يكون الزيت مركز أكثر نأخذ النصف ونضعه على الزيت ونخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض وبعدها نقوم بتصفيته ووضعه في برطمان زجاجي نقوم بتغليفه بأي كيس غامق اللون أو يفضل في برطمان زجاجي من هذا النوع يكون معقم مسبقاً ونضعه في مكان مظلم ويومياً نقوم برج هذه الزجاجة لمدة أسبوع كامل وبعدها نقوم بفتح الزجاجة وتصفية الزيت من الترمس المر يمكنك قلت استخدام الحبوب ولكن المطحون يكون أفضل في نتحصل بذلك على زيت ترمس مر طبعاً هو لا يختلف عن مثيله المحضر صناعياً ونقوم باستخدامه لترقيب البشرة بعد هذا الماسك هو سهل التحضير وسلاحيته تدوم لمدة ستة أشهر عفواً في مكان مظلم وجاف زيت الترمس يغذي ويرطب بشرتك مما يحافظ لك على رونقها ويعطيك نظارة لا مثيل لها ولمع وكذلك هو رائع جداً فيوحد لون البشرة ويخلص من التصبغات وآثار الحروق والبثور لمن تنغب في إعطاء أو الحصول على لون بشرة برونزي وهو محبب للبعض نقوم بدهن البشرة بزيت الترمس المر ثم تعريضها لأشعة شمس خفيفة في ساعات الصباح الأولى فترة لا تقل عن ساعتين من الزمن حسب الرغبة ومع ضرورة تجنب أشعة شمس حارقة في ساعات الظهر هذا لمن ترغب في الحصول على بشرة برونزية وكذلك قلت أن زيت الترمس يعالج حالات الكلف والنمش لمن تعاني من الكلف تستخدم الوصفة مع الزيت تلاحظ نتيجة مرضية كذلك يؤخر ظهور علامات تقدم السن البشرة يقلل التجعيد والخطوط الدقيقة حول الفم والعينين بأن نقوم بعمل تدليك من أسفل إلى أعلى على البشرة بهذا الزيت وكذلك زيت الترمس له فائدة أخرى رائعة أنه يخفف نمو الشعر الغير مرغوب فيه وذلك عن طريق تدليك المنطقة بزيت الترمس المر بعد إزالة الشعر من الجذور وتكرار العملية من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم إلى حين الحصول على النتائج المرجوة وكذلك هو يعالج بعض الأمراض الجلدية مثل مرض الأكزيما والصدفية كدهان بهذا الزيت بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر